اجراءات تم تعزيزها بالقرار المنتخد يوم أمس ثامنه يوز الجاري والذي نعتبره رافعا ومدخل أساسيا لدعم السياحة الوطنية خلال هذه الفصل الصيفية حيث يتعلق الأم بتمكين مواطنين المغاربة وخاصة منهم المغاربة المقيمين بالخارج والمقيمين الأجانب المملكة وكذا عائلاتهم من الولوج للتراب الوطن ابتداء من 14 يولوج جاري مع برمجة عدد تافي من الرحالات الجوية والبحرية لإنجاح هذه العملية نعتقد أن نستماح بعودة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن خلال هذه المرحلة هي فرصة مهمة لضخ نفس جديد داخل الاقتصاد السياحي بعد وضعية الضدود التي عاشها خلال الأربع شهور الماضية إضافة إلى الأمال المعقودة على السياحة الداخلية التي تأتي من الأولويات تقاطر استراتيجية لإنعاج القطاع خاصة وأن تركيز المملكة على هذا النوع من السياحة ليس وليد أزمة كورونا بل يعود إلى عدة سنوات تم خلالها تخصيص حيث مهم من البرامج لتشجيع المواطنات والمواطنين المغاربة لكن في المقابل نعتبر أن هذه الفورة السياحية هي بمثابة امتحان صحب يجعلنا جميعا قطاعات حكومية ومهنيين أمام مسؤولية كبيرة قبل المرور لمرحلة جديدة أكثر انفتاحا على السوق الدولية والتي تبقى رهينة بتطور وضعي الوبائية ببلادنا وبدول العالم ومن أجل ذلك ولإنجاح هذه المرحلة الانتقالية بكل تفاؤل المستقبل يتعين على مهني القطاع بتنسيق مع السلطات السياحية والمحلية والصحية الالتزام التام بتوجيهات السلطات العمومية وبالمعايير الدولية الغامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة الزبناء والمستخدامين بفتاح إنجاح عملية الاستقبال والإقامة والمغادرة يمر حتما عبر احترام طلطوك الصحي المعدل ومعدل على الغرض والقام أساسا على مجموعة من التدابير الاحترازية تتمثل في عدم تجاوز نسبة 50% من الطاقة الاستعابة المؤسسات السلطات في الإيواء والإطعام واحترام قواعد تباع الجسدي وإجزامية الصداء الأقنع الواقية وقياس درجات الحرارة والتعقيم المنتظم لجميع مرافق وحدات فندقية وأمتعات سلية عند القدوم مع الحرص على توفير الاستشارة الطبية عند الاقتدار فضلا عن ذلك ولمحاصرة الانتشارة وباء داخل هذه الوحدات وأكدوا على ضرورة القيم باستمرار بإجراء التحاليل المخبرية المستخدمة المؤسسة السياحية وانتظار نتائجها قبل الاتحاقهم بالعمل قصد التأكل من كل هذه المؤسسات من المصابين بالفيروس خاصة أن هذا الإجراء أعطى نتائج جد مهمة في جميع رضاعة الاقتصادية لشملتها هذه العملية إجراء من شأنه تعزيز الشروط التي وضعتها السلطات العمومية للسماح بعودة المغارب المقينة بالخارج من خلال تقديمهم قبل الصعود طائرة والباخرة اختفار لا تقل مدته عن 8 أورو 40 ساعة وضعت هذه الوزارة مجموعة من التدابير نذكر منها سياغة دليل يضم توسيات وقائية هي فيما يقص السلامة الصحية ذات صلة بكوفيد 19 موجه لكافة مهني القطاع السياحي بالمغرب حيث يلخص هذا الدليل تدابير الصحة والسلامة التي يجب على العاملين في مجال السياحة الانتتال لها لضمان استئناف تدريجي وناجح لأنشطتهم المهنية والعمل على الرفع من جودة الخدمات السياحية المقدمة في بيئة أمنة وسحية ويشمل هذا الدليل كافة مرافق مؤسسات الإيواء السياحي الاستقبال، المطعم، الغرف، المطبخ، الإدارة، الأمتعة خدمات الزبناء إلى آخره مع جعل الصحة وسلامة كل من السياح والعاملين في القطاع هي أولويات الأولويات في هذا الصدد تم إعداد هذا الدليل عبر اعتماد أفضل التجاريب العالمية والممارسات الفضلة التي تم اتباعها دوليا في هذا المجال فضلا عن توصيات منظمة السياحة العالمية بالإضافة إلى مختلف الدلائل التي أعدتها السلطات المغربية المختصة الحمد لله اليوم لازم أن نتمنوا هذه الاستحقاقات التي وصلنا لها في البلاد دينا جميع المتدخلين وصلنا لهم سلطات جميع المتدخلين الذين يتفعلوا مع هذا الرص الذي عملت الدولة ضد الوباء وضد هذا بفضل الإجراءات الاحترازية والاستباقية والتعليمات والتوجيهات للصاحب الجلالة وصلنا الواحد المتأي جيد حميدة للمغرب اليوم كيشيد بها أنا لازم ما نشكركم على عشف لأن تنتوم من خارطو تنتوم من الناس اللي كيتم حقا فاكت استساهمتو وليلزم يحتسب لكم هاد النتائج لأن الولا المساهمة دي للكم انخيرات الكلية في الاحتيواء دي الوباء أنا كلكم الجل دي للكم أعطى الفناديق ديالو المشاركة والتكفو المرضى اللي كانوا مصابين إلا شفنا هاد النتائج اليوم أعرف بأنه كان واحد تضامن كلي اللي ما عمروا سبقر تشاهدوه البلد في ديالنا اللي يمكن شاهدوه فلازم ما نتم منها